إذا كانت يد الإرهاب طويلة في بعض الأحيان فإن اليد الطولة هي في كل الأوقات لجيشنا العربي السوري البطل الذي يحفظ أمن وأمان البلاد والعباد أثناء انتهاء مهمة لجيشنا البطل في إحدى المناطق في دمشق وتطهيرها من فلول الإرهابيين المسلحين تعرضت هذه الحافلة التي كانت تقلهم لوابل من إطلاق النار فما كان من جنودنا البواسل إلا أن ردوا وبسرعة كبيرة على مصادر إطلاق النار تمت مداهمة المكان الذي تم من خلاله استهداف الحافلة وهو مكان قريب جدا من أوتوستراد المتحلق الجنوبي تمت مداهمته من قبل الجيش وعثر فيه على ما تتحدث عنه هذه الصور نصبين لنا كمين مجهزين لنا كمين من الصباح السيارات ما عندنا دوشكة كبيرة ومركبين عليها دوشكة رشاشات نصب هاي المزرعة ونصب هاي المزرعة وشوفت عينك شايف محل الباز مانو الشاحد بلش أطلاق النار علينا ونضرب دولاب الباز الباز قلاب تمزحها فيك الزحفي وراح منا على الساكر وراح منا ضباط أسلحة بيضاء سكاكين من كل الأحجام والأشكال أدوية طبية للإسعافات الأولية ومشفى ميداني لمعالجة الجروح جوازات سفر ممهورة بأختام مرور سعودية وألبسة وأزياء عسكرية ليتم ارتداؤها والتنكر بها الكمين الذي تعرضت له الحافلة أسفر عن استشهاد عنصرين وإصابة ثلاثة بجروح تم نقلهم إلى أحد المشافي القريبة كنا جاين بالباصل وتم الاعتداء علينا بإطلاق النار من هنا جاء أثناء المداهمة جينا لهون وشفنا وحكينا معك وشفنا هنا الأسلحة كلات الموجودة هنا أسلحة فردية طبعا هني نهزموا وهربوا ما بين كنا نحتمينا من إطلاق النار وأخذوا أسلحتهم ما بحسنا طبعا صبنا ثلاثة جرحة رحوا على المشفى وصبنا أحد الضباط كلهم وأسر الدم والتعذيب موجود هنا نتابع تفتيش لأنه شاكينا أنه كن في سلاح موجود ضمن أنفاق موجودة تحت الأربية المنطقة كل متعلق إجا تم هجوم علينا من قبل المزرعة بإطلاق النار على الباص الموجود بالخارج تعاملنا مع الوضع فورا ومتشرنا حوال المزرعة وقمنا بمداهمتها أثناء المداهمة عصرنا على كمية كبيرة من الدواء ومشفى ميداني وأدوات تعذيب مسواطير وسكاكين كلها كانت موجودة هنا ضمن المزرعة وسيطرنا على الوضع الحمد لله رب العالمين أثناء مداهمة المزرعة اكتشف له نفق هنا نفق ماء بيوصل من منطقة المزرعة هون لداخل السراد المزري كانوا يستعملون المهديين التنقلات داخل المنطقة وحيام عمبيات نفق الأسلحة وخطأ وتفقيخ المنطقة المجاورة ونتعامل مع هذا المجلول خلال استكشافه وأنا ننزل فيه ونشوف شو فيه داخله هلأ بالوقت هذا نفق سري استخدمته المجموعات الإرهابية للاعتداء على الجيش ولكن أيا يكن خبث هذه المجموعات فإن الجيش العربي السوري مصر على التصدي لفلول المجموعات الإرهابية حتى يعيد الأمن والطمأنينة إلى سوريا اشتركوا في القناة